المترجم الى مجموعة فصلت الـ CD منها نجرب الـ نقوم بتنفيذ ونختار الـ الـ سوف تنفيذ لا إن شاء الله المفروض تنفح عايزة نقلها على LAN 2 أوكي نسيبنا من الكوشن ده مش مشكلة دلوقتي نختار الهوست ونشوف إيه اللي هيحصل هشوفوا المرة دي يا شباب إيه اللي حصل إن لما شلت الـ CD خلاص هو دلوقتي هيقدر يوديها على أي هوست تاني طيب خلونا نعكس القصة خلونا نعكس القصة هقوله نفس لي الكمبيوت الأول لو سمحت Next هقول لي طيب اختار السيرفر أنا طبعا على الهوست رقم واحد فالقصة اللي تعقل إن هي دي compatible طبعا fake يعني اختار هوست رقم اتنين أوكي complete green 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 طيب هيا ممكن تنجح بالطريقة دي والله هي هو ممكن تنجح بس أنا شخصيا مش متأكد أنا مش متأكد ممكن فعلا تنفع بس هو هيحتاج ينقلها الأول اللي هي مش موجودة على شارت ستات ستور طب خلونا نجربها مش نخسر حاجة Next يعني أنا شخصيا مجربتهاش بالمنظر ده وأنا ممكن أنا كمان أتعلم حاجة أتعلم حاجة دلوقتي جديدة بالنسبة لي اوكي Next ونشوف هتنجح ولا لا أنا مش عارف الصلاح ما هي ممكن تنجح بس هو هينفذ ايه الأول هينفذ ايه الأول هي أهي الأول مبدئين وشغالة أنا قادر أشتغل عليها عادي خالص اهو أفتح مثلا text document وعادي جدا أنا أقدر أكتب عليها بس هي فين معلش relocate virtual machine أوكي هو دلوقتي hot migrating windows 7.2 من sxi1 على data store 1 إن كذا إلى sxi2 على lan 2 طيب بس هو بينفذ مين فيهم الأول أشك إنه ينفذ الماجرش لا ممكن شو ممكن هي شغالة هي طبعا هنا هو أصلا لو فيه هنا مشكلة هي مش هتكمل وحيددلنا هنا error بس هي لا تزال يعني هو طبعا ده هيبغطي هو مما لا شك فيه إنه نفذ ال v motion الأول عفوا storage v motion الأول أوكي يعني هو حتى طيب طب ده دي حاجة كويسة هو لو لأ أنا في الترتيب اللي أنا اخترته في حاجة ممكن تعجزه فهو عكسها من نفسه هو أخذ البنطيق الأول إنه هو بينقل storage الأول تمام؟ فهي حالياً هي لا تزال على ال host رقم واحد حتى نعمل refresh أوكي وهي لا تزال شغالة ممتاز تبقى نعمل storage v motion كمان وهي على بقى virtual machine رقم واحد virtual machine رقم واحد موجودة فين حالياً على LAN 01 تعالوا ننقلها على LAN 02 هي كمان سواهي بطق الدنيا شوية بس خلينا نشوف دينا بنقرب يعني نقلها على okay green زي الفل finish وهنا كمان هو بينفز دلوقتي storage v motion طب أنا رجع بقى virtual machine دي تاني هنا في البراوزر رقم اتنين مع رقم واحد او رقم واحد هو حالياً اهو شايفين حضراتكم رقم واحد اهي دلاتي نشوف ابيها من الريليوكيشن من فين لفين بينقلها من host رقم ثلاثة الى برضو host رقم ثلاثة بس من اللان رقم يعني من اللان رقم واحد الى اللان رقم اتنين اوكي طبعاً هي والفيرتو مشين شغالة بيكون ابطأ شوية للنقل ده طبعاً يعني بابطأ ولو اه ده بيعتمد على سرعة ال storage نخلني كده غير في ال FORM المشين عشان نفرقه معا . ده طبيعي لان انا في لاب واللاب يعني بسيطة لكن في البرودكشن بيعندينا سانة ستوريج قوية وسريعة الكلام ده ما بيحصلش الا في ظروف معينة ها بص شغالة زي الفول ده انا حتى عقدر عمل لها ريستارت وهي شغالة عادي خالص فتح لنا حتى الاسي درايف شغالة عادي جدا اهي هو لا يزال طب الفرشة مشتين تانية اخبارها اي اهي برضو نفس الكلام شغالة عادي خلاص كمبيوتر مثلا شغالة عادي خالص يعني بتاعي شغالة عادي جدا ما اتقصرش اخدين بالكم موضوع في منتهى البساطة يعني اوكي تمام بس هي لو كان فيها اي مشكلة كانت هتعطل هي شغالة الحمدلله تمام فطالما الاسوامج مش موجودة على داتا ستور شارد ما بين الاسيكس ايز هيحصل عندي مشكلة والفي موشن مش هتشتغل اصلا تمام طيب تمام اتمنى يكون الموضوع انا كنت حابب انه يجي في فيديو واحد بس 25 دقيقة بس انتوا عارفين انا رغاي ما عليش سامحوني اتمنى ان الكلام كان مفيد ونتقابل ان شاء الله في الموضوع اللي جاي هنتكلم في الموضوع اللي جاي ان شاء الله شكرا جزيلا وشوفكم رايب مع السلام شكرا